نموذج كويس ليه وما كانش نموذج كويس قبل كده ليه وإحنا لما هروحتوشكا كمان يومين إن شاء الله وهنفتتح لينك الشغل هنقول نرد غيبة ناس مش موجودة خالص دلوقتي ليه هو منجحش من عشرين سنة لما اتعمل وليه هو نجح دلوقتي يا دكتور مصطفى نرجع للروبيكي تاني وبقول الكلام ده ليه للناس اللي شغالة في السماعة النموذج النموذج اللي بنعمله هو محاولة مننا إن احنا نعمل نموذج متكامل قابل للنجاح في ظل التطور اللي حصل مش في مصر في الدنيا كلها لأن فيه ناس هتبقى حقيقي ياخد منك منتج وقولك أنا عايزة تطمن الاشتراطات البيئية بتاعتك انت عامل فيها ايه يعني فيه كلام كتير حيتعمل وبالتالي ممكن البضايع ده تبقى كويسة لكن ديبقى يصعب نفاذها في الأسواق الخارجية على كل حال أنا قصدت بحكتين اتكلم فيهم هنا لما اتكلمت تعربيكي على أنه تجربته ما نكحتش اللي لما الدولة دخلت وقع على التحية أنا نسيت أقول أن جي المهندس طاري قال لي مش قديري ننقل الناس قلت له طيب انت عايزة ايه قال لي نقلهم على حسابنا دكتور مصطفى نقلهم على حسابنا قلت له يعني عايزة كام قال لي خمسة وستين سبعين مئة مليون جنيه قلت له حاضر ننقلهم على حسابنا حد تاني لما يسمع كان يقول لك ايه الكلام دوت أنت بتدلعه بقى مش كده دكتور مصطفى بجد أنت بتدلعه بقى بقى أنت النهاردة بتدينه مكان كويس وتقول له يلا تطور أنا باحترم ثقفته ومكانه اللي هو عاد فيه وبحاول أخذه على قد يعني مش أخذه على قد تجربته بالترجمة نانسي قنقر